اهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في هذا الدرس راح نبدأ نحرك الدبابات لكن قبل ما نحرك الدبابات نعمل حركة صغيرة اول اش بيدي نظهر كل المجسمات هاي نرجع نظهرها وبننحطها في مجموعات يعني شوف مثلا انا هاي رقم ثلاثة عندي تحتيها ابن ليلها موجود تابع ليلها رقم اثنين وعشرين اللي هي بنفس الصف وسبعتاش واثناش هدول كلهم على نفس الصف فحطتهم كلهم تحت رقم ثلاثة عشان لما احرك هدول يتحركوا كلهم مع بعض بتغطي كنترون زد ارجعهم مكان واحد وبضغط على مثلا اي احداش اللي هي موجودة اصلا تابعة ل اي اربعة فقنا اسحبها وحطها هون هسا لما اصير احرك انا اي فور او اي اربعة بتحركوا كلهم مع بعض ممتاز الان شو اللي بدي اعمله انا بدي لما احرك بس واحدة بدي اعمل الكود بديش اعمل كود لكل واحدة لحال بس بدي اعمل الكود لأي فور ويسيروا تحرك كل الصف تبعها معها طيب خلنا نبدأ نسوي هذا الاشي مع بعض اول اشي بدي نعمله خلنا نعمل بدي احدد كل هدول كلياتهم خلنا نزل لتحت هيك ونحدد عنها هدول نرجع نشيل تحديد المش عنهم ونشوف القروب الثاني في عنا قروبين احنا من القروب الثانية هي القروب الثانية ونحدد هدول ونشيل عنهم المش ممتاز جدا 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 طيب الان شو بنا نعمل بدينا نرجع على الـ Event Graph وبدنا نعمل هون لدينا Event Tick دعنا نبدأ نعمل Event Tick ليش Event Tick بدينا نحرك الثبابات Event Tick ممتاز هاي Event Tick طيب كيف نحركهم خلينا نعمل لهم Function أو تعرفوا بدون ما نعمل Function خلنا نبدأ نعمل على الطول مباشرة نجيب احنا E1 أول شيء قبل ما نجيب E1 خلنا نشوف E1 وين هي هون بنحنا في الجهة اليسار اللي على الصايد هدول هون على ممر المشا ما بدنا نحط اشي بتحرك فالـ E1 موجود في المنطقة بتحرك الـ E2 لا الـ E2 سيارات ممتاز خلنا نيجي على الـ Event Graph ونسحب الـ E2 ممتاز طيب ايش نكتب؟ بنحكي نعمله يقول له Set World Location بنغيره في العالم اللي هم موجود فيه فبنسحب من هون نقول Set World Location ممتاز جدا جدا هايك الان وين بدنا هذا الاشي يروح؟ بتعرفوا هذا الاشي احنا قبل هيك سويناها بدورة الـ Blueprint لكن بنعمل بطريقة مختلفة هون شوي خلنا نجيب الـ E2 مرة تانية ممتاز الان بنحكي له Get World Location بنغيره يجيب موقعه في العالم طيب ايش اول اشي بنغيره هو الجسم بده يتحرك الـ E2 وكل اشي تحت رح يتحرك معه بعدين بنجيب نفس الـ E2 هاي وبننحكي له حدد موقعها في العالم عشان نحطه على New Location طيب قبل ما هستل إفن تيك كل فريم بظهر صورة يعني كل فريم بصير يتحرك وفيه اشياء بضل تتحرك فهذا الإفن ترح يضل يتكرر طول الوقت طيب احنا بش بدنا يعمل بانها كل جزء من الثانية يضيف على الموقع تبعه نطقة صغيرة فطالما الوقت بمشي طالما بضل هو يغير موقعه بسرعة فايش بدي اعمل بدي اقوله Add ممتاز الآن لما اعملت له Add فانه هسا بدي بقدر اوصل كمان هاي هون لكن ما صارش اشي اللحظة هاي هون في نفس الموقع بعمل له بدي احط له قيمة تاني خلني جي نسحب من هون بدي اعمل له كمان Multiply هسا بدي اضرب طيب ايش اللي بدي اضربه بدي اضرب الموقع اللي بده تحرك فيه هوا هيتحرك بالـ X ولا بالـ Y هيتحرك بالـ X هيتحرك بالـ X خلينا نشوف بنحط على الـ X احنا قيمة بنحط واحد و بدي احول هاي كلياتها لـ Float خلينا كم منها اياها تصير خلينا نحطها عشرة الآن ايش اللي كتبته الآن هيك الان اكيد بكل تأكيد رح يمشوا و ليش؟ كل فريم بده تغير موقع E2 طب كم من الموقع اللي بده يتغير بده تغير كل فريم عشرة فبضل ده يجيب عشرة و يزيدها على القيمة الموجودة هون و يضيفها خلينا نجرب الآن و نشوف المنظر جوله هايكم و خلينا نشوف السيارة تمشي بالعكس قادة لازم نحط ناقص واحد مش واحد طيب خلينا نحط ناقص واحد رح تيجي السيارات اللي عندنا خلينا نشوف لاحظ السيارات اللي بمسرب اللي على اليسار قاعدة بتمشي ممتاز جدا جدا طيب خلينا نعمل نفس الاشي طيب هذا الكود هدول مع بعض كلهم لل E2 هدول طيب بدي اخذ نسخة عنهم خلينا بقعد بس الاشياء هاي بها لفوق هدول بدي اوسعها هاي شوي ممتاز بدي اعمل دبليكات لهاي كنترول D احنا عنا اربع صفوف فخلينا نعمل اربعة كنترول D كنترول D و ممتاز طيب الصف الثاني اللي كان هون هسه E1 E2 E3 اعتقدت بعده E3 نعم E3 خلينا نيجي هون واسحب E3 وحط على هاي واسحب E3 وحط على هاي يعني انت ممكن تسحب عادي هيك تحط هون بس انا سحبت وحطتها فوق على طول ممتاز وبواصل انا هاي هون تمام الصف اللي بعده E6 هذا هو الاخير معناته E4 بدنا ممتاز نجعل منتغراف نحط E4 هون وال E4 هون تعرف لو انت ما حطتهم جروب رح تكتب الكود هاد لكل واحدة لحال فانا عشان اريحك حطتهم كلهم بجروب واحدة ممتاز باقي اخر واحدة E5 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 الآن صارت السيارات كلها بتتحرك مع بعض خلينا نشوف لاحظ صار عندنا لعبة بدأت اللعبة تبقيتنا تظهر على ارض الواقع ممتاز جدا 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 طيب الان هيك صار عندنا لعبة فيها مجسما بتطلع وكل ما مشينا خلينا ناخد نظرة من برا لاحظ سيارات لما هيختفي هاد تختفي معاها لاحظ هذه مجموعة السيارات ستختفي لما يختفي هاد يلا واحد اثنين ثلاث ممتاز هاي السيارات بدل ما هي تظل يصير عندنا مجسمات للأبد تظل تطلع بالعالم لازم تصير تموت لازم تصير تختفي لان لو ضلت موجودة هتعملنا مشكلة كبيرة رح يصير عندنا مشكلة اللي هي انه تصير تتأخر اللعبة تبقيتنا ممتاز جدا 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 الان احنا ممكن نعمل حركة اش هي ممكن انا اعمل المسرب اللي علي صار هاد سريع واللي علي مين هاد سريع خلينا نسويها هاد اللي على اليمين اللي هو اي فايف كيف بعملها ممكن احط هاي عشرين واحط انا المسرب الاول عشرين خلينا نشوف سرعتهم كومبايل سيف خلينا نتفرج لاحظ السيارة اللي على اليسار والسيارة الاعليمية الدبابات الاعليمية اليسار اسرع من اللي في الوسط فهيك سوينا احنا تغيير في سرعة السيارات طبعا انت كمان ممكن ممكن تعمل كل ما يجي جسر تعطي شرط او تعطي فكرة طريقة انك تقوله راندم حط السرعة من الى فيصير كل مرة بتيجي سيارات سرعة مختلفة لكن انا ما بفضل لتحكي عشان السيارة ممكن تصير تفوت في بعض يعني ممكن تصير سيارة عن مسرب اللي صار سرعتها عشرة واحد عشرين فالعشرين هتفوت جوه العشرة و هتسوي لك مشكلة الا اذا رح تكسير تخلي سيارة سرعتها عشرين تكسر السيارة اللي سرعتها عشرة ممتاز احنا الان بدأنا نظهر اللعبة لسه في عندنا كثير اشياء ممكن نضيف الان البلينك وروح الشخصية ومنصير يعطيه يعطيه خيلي هيل يخد الروح يزود روحه هنشوف الان درس درس ونبدأ انطور في الدورة تبهيدنا ممتاز جدا 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 طيب الان بشوف الدرس البعد وفي امان الله مع السلامة